حمود واحدة من حاجات الملاحظة جدا في طريق اداي النادي الاهلي ان راجل مرس الكوريه ده بيحب الضغط العالي انا من اول ثانية بسم الله الرحمن الرحيم وراء بدأت ضغط عالي من كل اللاعبين بيحاول يخلص المباراة بدري بيشن هجمات قوى جدا لدرجة وراءة مباراة مباراة بقول غارة النادي الاهلي طلعت فالطريقة او الشكل ده بيستلزم ايه او بيعمل ايه مرس الكوريه عشان يوصل بالطريقة دي مع النادي قبل ما اتكلم معك في الحالات خليني اتكلمك عن ازاي النادي الاهلي بيلعب ازاي وطريقة الضغط العالي بتاعته بسرعة النادي الاهلي لما بيجي يلعب ضغط عالي طبعا بيزق كل الملعب للتلت الاخراني بتاع الفريق المنافس والاتنين سنتر باك بيبقوا واقفين وبيبقى مطير احد ظاهري الجنب مش مش عالي معلول ومحمداني بس واحد منهم والتاني بيخش جوه عشان يعمل عمق يبقوا تلاتة موجودين خطورة الموضوع ده ايه ان انت لما بتلعب فرقة كواليتي بتاعها في اللعيبة في السرعات عالي بيبقى مشكلة عندك كان بتلعب في ظهر الدفاع انا فتكر كده مطش ايه مطش الاهلي والزمال الكسان الفاتل السوارش كان ماسك فيه لكما نحاولي خمس شهور تلاتة وعشرين كرة تلعبت في ظهر الدفاع النادي الاهلي لسفل جزير الشوت الاولاني بس وده كان بسبب عدم وجود مين وده ممكن تبقى مشكلة من مشكلات المباراة هتبقى يوم السبت عدم وجود محمد عبدالمنع لما لعب ضغط علي هم حاجة يبقى عندي واحد من اتنين سنتر باك سريع جدا 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 عشان لما كرة تلعب في الضهر يقدر يسبق محمد هاني سوري محمد عبدالمنع مطش الزمال الكربارك علي التغلب فيه النادي الاهلي فيه اول ما نزر الشوت التاني خد كل الكور من زيزه وسفل الجزير ولكن النادي الاهلي بقى كريم بيهاجم ازاي وبيضغط ازاي وكام ده كله النادي الاهلي زي ما قولنا 4-3-3 نشوف تعال نشوف بالحالات عشان ايه انا بحاجة نشوف بالحالات سليعان هتواني الحالات احنا هنجيب الحالات بتاعت مباراة نادي سموحة من الاول خالص بص هنا نقف بس هنا بالكورة معلش لاحظة واحدة نرجع بس من الاول خالص 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 ونشوف النادي الاهلي بيلعب ازاي وبتدي الهاجم ازاي أول حاجة هنا عندنا كريم من الاثنين سنتر باك الاثنين موجودين وراء ديانج معاك كرة فين بقى حمدي فتحي وفين محمد فخري الاثنين هما اللي بيزقوا وديانج هو اللي بيبقى دايما قدام الاثنين سنتر باك عشان يعمل الاسكريني للنادي الأهلي نكمل الكرة نكمل الكرة هنشوف هنا ديانج هيجي بالكرة هنشوف بقى دلوقتي محمد فخري هيزق وحمدي فتحي هيزق هنشوف هنا حسين الشحات نكمل بكرة نكمل بكرة عادي في مجرارها دي. بص مين نزاد هنا معايا. بس اقف لحظة بقى. اقف لحظة اقف لحظة. عاوزة بريك يا كريم كم الزيادة العددية الرغيبة للنادي الاهلي جوه الثمنتاشر. مين الرقم تسعة ده احمد عبدالقادر ده الوينج ليفت بتاع النادي الاهلي. لو الكرة في الناحية اللي مين على طول هتلاقي الوينج ليفت داخل جوه منطقة الثمنتاشر. مين جوه كمان جوه منطقة الثمنتاشر حمد فتحي هتلاقيه زايد. مين كمان عندنا حسين الشحات اللي هو الوينج اللي بلعب ناحيته اللي لعب الكرة. ومحمود كهربا فرغد النادي الاهلي. بص بقى عاصرك سؤال فين علي معلول؟ علي معلول مش موجود. ودي دايما اللي النادي الاهلي بيعمل. لو حمد فتحي زاد لحد الآخر علي معلول هيوقف. لو علي معلول هو اللي زاد محمد هاني هيوقف. نشوف نكمل الكرة. هنا بتتلاقي بقولك كرة تانية الحمد فتحي. يشوف الزيادة العددية جوه منطقة الجزاء. وهو ده اللي النادي الاهلي بيحاول يعمله دايما علشان يضرب التكتلات الدفاعية في الكرة العرضية. نبص هنا برضو على الاعادة يا كريم. هتشوف بص هنا. بص على الحمد فتحي بدخل جوه منطقة الجزاء. وكهربا قطع وإحمد عبدالقادر وحسين الشحات. زيادة عددية رهيبة بحيث أن السكند بول كرة التانية دايما بتبقى منصيب النادي الاهلي. وده اللي شوفناه في الجون التاني النادي الاهلي. نكمل الحالات. هنا برضو نفس الحالة اللي بعدها. بص يا كريم هنا. مين هنا نزل؟ عاوزة بقى ققف لحظة واحدة بقى معلش. هنا دلوقتي علي معلول مش في الكدر. محمد هاني مش في الكدر. مين اللي موجود عندنا ناحيتنا هنا يا كريم؟ هو حمد فتحي. حمد فتحي هنا بيقوم بدور التغطية مكان علي معلول اللي بيزيد. وده الحالة الوحيدة اللي بتلاقي فيها الاتنين زهرين بتعجاء النادي الاهلي موجودين. بتلاقي واحد من الثلاثة اللي في نص ملعب. خصوصا حمد فتحي اللي بيرجع يغطي مكان علي معلول. نكمل كرة برضو ديانج هو اللي واقف تحته قدام لسنتر باك. وهو اللي هيبتدي الهاجمة كريم. نتفرج هنا شوف. ديانج ببتدي الكرة. حمد فتحي هو بص اللي موجود. بص علي معلول هنا عندنا في الكادر تحت خالص. ده بس عشان كده حمد فتحي هنا مقام من المكان بشكل كبير جدا. بتتلاعب برضو الكرة تاني للنادي الاهلي. وعاوز أوريك برضو نقف برضو قبل ما تلاعب برضو حسين الشحات. الوينج المقابل للناحية التانية هو اللي بيقوم بالزيادة العددية. وكنت برضو هتشوف ان محمد فخري هيحاول يخش جواه ملعب عشان يزيادة عدد. الكرة اللي بعدها. حالة اللي بعدها سريعة. نحن معنا بس ثلاث حالات. يلا اللي بعد. هنا يا كريم أعتقد ده دي برضو حالة تالتة عاوز أقول لك بص برضو هنا. هدي حمد فتحي مع الكرة لحظة. حمد فتحي ليه بالكرة علي معلول. حمد فتحي رجع فين؟ كمل كمل حمد فتحي رجع تاني مكان علي معلول وعلي معلول عمل الزيادة العددية. لايه بزكي جدا طبعا طبعا. وبتشوف هناك برضو كهربا وإحسين الشحات ومحمد فخري بيقوموا بالزيادة في نص الملعب. فطرية النادي الأهلي دايما يا كريم زي ما بنتكلم أنه هو دايما الناس بتاعت نص الملعب بتخش تعمل زيادة العددية مع انضمام الأجنحة إلى داخل منطقة الثمانتاشر. موسيقى